نحكيه على رئيس جديد النادي الافريقي اللي تم تعيينه من دجنة الحكمة اللي هو أكيد هيكل دخيل الرئيس الجديد ومع حلول هيكل دخيل فوزي بن زرطي يتسلم قليل تدريب النادي الافريقي والله إن شاء الله بالنسبة اللي نتمنوا النادي الافريقي انه يحاول من جيته انه يصلح ما يمكن اصلاحه بالنسبة للمنظومة النادي الافريقي اليوم بالحق الاشكالية الأكبر هي على مستوى الإدارة ولا التأسير الإداري اليوم هيكل دخيل نتمنون له كل التوفيق إن شاء الله يرجع الافريقي للمكانة صحيحة متاعه إن شاء الله يحاول انه يلم أبناء الافريقي الكل على مصلحة واحدة هي إعلاء راية النادي بالنسبة لفوزي بن زرطي المخضرم ولا قيدهم المدربين نعرف اللمسة متاعه وإن شاء الله نشوفه افريقي جديد مع فوزي بن زرطي وضح بير ابتارك إن شاء الله الرئيس جديد للفريقي يخدم أكثر شفاثية وأكثر موضوعية في الفريق مع قدوم سيفوزي نعرف سيفوزي الخدمة متاعه نعرفوه كان قبل هو اللي صنع على فريق الربعية في تسعة وثمانين سيرتوه كان الافريقي عنده جنراسيون باها من الشبان كيما قرب كيما برشا لعبين ممتازين ما تزيد تحط معهم سيفوزي نظن اللي الافريقي بإن شاء الله يرجع الإشعاع وقبله ويعمل فريق ممتاز وأنا عندي ثقة لسيفوزي باش يختصر الوقت ونشوفه ما نقولوش عصا صحرية ما نشوفه نتائج في أقرب وقت هو سيفوزي رو جودو انضيباطين ثمان وفرنين حالي الافريقي مشكلتها رو مش في النتائج بارك هي في التسايب في الانضيباط فما الناس داخيلة تدخل في القرارات تدخل في اللي شواء سيفوزي مع هو يعمل ستوب للمراجين فما دي زنترينير يحشموا أولاد عائلة من الجموش معانتمش اللي بوا سيفوزي عنده اللي بوا بشيقولوا ستوب للتجاوزات الكل وان شاء الله نشوفه الافريقي يرجع في بيتفين ووضح اكيد طالق اكيد بالتوفيق لهيكل تخيل الرأس الافريقي هيكل تخيل من المسيرين المتميزين لقاعد اكيد يقدم في تضحية زادة كبيرة برشا من أجل الافريقي ومنذ تولي هيكل تخيل الرئاس الافريقي أول القرارات كانوا وجود وحلول فوزي مزارتي على رأس الافريقي برافو لهيكل تخيل برافو لإدارة الافريقي برئاسة هيكل تخيل وبالتوفيق لمدرب الافريقي الجديد فوزي مزارتي ما نجموش نحكيه على إدارة وعلى لأنه الوقت كانوا وجيز برشا بالنسبة لهيكل تخيل ولي فوزي مزارتي نحكيه على موسم قادم هكا مش تكونوا نجمو نحكيه لأنه هيكل تخيل عنده برشا برامج يعني متميزة على مستوى النادي الافريقي في الموسم القادم ترجمة نانسي قنقر